مفرقة غريبة تلك التي استدعتها ذاكرة متابعية المسلسل الكارتونية الكوميدي الشهير عائلة سيمبسون فقبل خمسة عشر عاماً تنبأت أحد حلقاتي المسلسل أن يصبح قطب الأعمال المثير للجدل دونالد ترامب رئيساً لأقوى دولة بالعالم والتي كانت بمثابة تحذير لأمريكا فالثري والسبعيني الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالانتخابات الأمريكية شهد مساء السبت مظاهرات للنشطاء أمريكيين ومسلمين بين نيويورك وأريزونا ضده حملت شعار سيء لأمريكا حيث قام المحتجون بإغلاق طريق رئيسي في أريزونا في محاولة لمنع أنصاره من الوصول إلى تجمع انتخابي سيعقده في إطار حملته للفوز بترشح حزبه لسباق الرئاسة في الوقت نفسه وفي الجانبية الآخر من البلاد تجمع متظاهرون وسط انتشار كبير للشرطة في ساحة كولومبو سيركل في منهاتن بالقرب من أحد أبراجه ترامب وهم يهتفون تونالد ترامب أرحل كما رحب المتظاهرون باللاجئين في هتفاتهم قائلين اسمعها يا ترامب اللاجئون مرحب بهم هنا ومن سوريا إلى المكسيك الحدود يجب أن تفتح وأظهر استطلاع للرأي أجرته Wall Street Journal وشبكة NBC الخميس أن غالبية الأمريكيين تعارض اقتراح ترامب بنسبة 57% بينما أيده نحو 25% من الأمريكيين إذن المرشح المثير للجدل لازال لا يخلو له تجمع إلا ويرفع فيه صوت رافض لخطبه المتشدد